ردود فعل غاضبة أعقبت قرار المجلس الرئاسي بإنشاء مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الليبية للإعلام وتسمية محمد عمر بعيو رئيسا لها أبرز هذه الردود على الإطلاق تمثل في بيان عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عمر زايد الذي قال في بيان له إن صدور القرار بتكلف شخص مارس التحريض والإرهاب الأعلامي وسند آلة القتل والتنكيل ضد الليبيين هو قرار جاء مخالفا لآلية وطبيعة عمل المجلس بحسب عماري الذي دعا رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى عقد اجتماع عاجل لعادة النظر في هذا القرار وتبعاته على قطاع الإعلام والرأي العام رد فعل آخر جاء في بيان أصدره عدد من الإعلاميين والموظفين بوسائل إعلامية والمدونين فخطب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي رفضين تكلف محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام بسبب وصفهم له بأنه متقلب المواقف وما اعتبروه قتلا للإعلام الحر وضوابطه من مهنية ورسالة وقضية يتطلع إليها الليبيون مطالبين بأعمال المعايير في التكلفات ذات الطبيعة المهنية ولسيما الأعلام المسؤول والتوقف عن منح المناصب لشراء الولاءات بحسب البيان في غضون ذلك أعلن أمير القوة الضاربة في قوات بركان الغضب الرائد عبدالله بادش رفضهم كل قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فإز سراجة التي من شأنها ترسيخ المحاصصة وعودة الفاسدين لسدة الحكم بحسب تعبير بادش سيرة بعيو الذاتية تضمنت بدايته لحياته السياسية عضوا في حركة الليجان الثورية وتدرج في مناصب عديدة إبان عهد القدافي حيث تولى منصب أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للصحافة ومدير دار الجماهيرية للنشر والتوزيع وكذلك رئيساً لتحرير جريدة الشمس رئيساً لمعرض الجماهيرية للكتاب قبل أن يتولى منصب الناطق الرسمي للجنة الشعبية العامة موجة الرفض الواسعة والغاضبة بشأن تكلف بعيو تضع للمجلس الرئاسي أمام موقف لا يحسد عليه خاصة عقب بيان عضو المجلس محمد عمري زايد بأن قرار التكليف جاء مخالفاً لآليات العمل المتبعة بالمجلس الأمر الذي يضع علامات استفهام حول ظروف القرارات التي تصدر عن المجلس الرئاسي ترجمة نانسي قنقر